السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي الكريمة مرحبا بكم في قناة نطفخ داري اليوم ان شاء الله سنحضر معكم سلسلة الطماطم لشهر رمضان المبارك ضمن تحضيرات ديالو وخاف اخر لحظة هالطماطم هادي غادي تنفعكم بزاف شهر رمضان المبارك الى عجبتكم اللصفة ما تنسوش انكم تابونوا فلاشين باش ترسل بجديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم وترتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم فعلى بركة الله هنا كما تلاحظوا معايا فانا بديت عمرت هذه الكوكوت هادي كتاخدوا الطماطم ماطيشة يعني تكون حمراء كتحيدوا لهذا كرس دياله الفوقاني كتستيوا منها الزريعة وكتقسموها هكا على اربعة ديال الحبث بهالطريقة هادي انا مسرعوا الفيديو باش ميجيكمش الفيديو طويل اموميل بهالطريقة هادي اما كتقسموها وكتحيدوا لزريعة اما كتحيدوا لذك الزريعة يعني غير ذك الرأس الفوقاني وكتستيوا في الزريعة وتديروا ذك الطماطم يعني ذك ماطيشة اللي عندكم صحيحة انتم ما ولي بغيتوا انا هنا هي قطعتها سوفي غادي نستمر في تقطيع دياله الكيمياء اللي عندي تنعمر الكوكوت بالنسبة لهاد ماطيشة هادي بهالطريقة كتنفعكم بزاف في الحريرة كتنفع بزاف ايضا في البيتزا او في صلصة ديالبيتزا في الشربات يعني في اي حاجة عندها علاقة بماطيشة ايضا بالطاجين يعني في الطاجين مهم في اي حاجة كنتي وغادي تديروا فيها ماطيشة ديروها بهالطريقة هادي كجيزوينة وما كتاخدش نيائيا معكم ملوقتي يعني تالاخر لحظة عاد ندسو بذك الشي اللي غادي تطيب بسرعة جيد جدا سفي هنا اين بعد ما تتلقات كي ملاحتيوا معايا انا غادي نوضع شوية فلبانيو ممكن انكم تستعملو مولينيكس يعني كأس الخلاط انا غادي نستعمل غير هاد الميكسور اليداوي فغادي نقسم الكيميه غادي نبدا نصو بشوية شوية بشوية في البانيو حيط الكوكوت عمراء ما غاديش يتحلي ذك شي كامل مزيان كيما كتلاحظوا معايا كتخليه ماتيش تطلق مزيان باش كتسهل عليكم العملية هنا ايام بعد ما اطحنته كيما لاحظتوا معايا انا غادي نجيب واحد ستايا وغادي نبدا نخوي فيها داك ماتيشه باش كتسته الى بقاو القشور ولا بقادش زريعه ولا شي حاجه كتصفه مزيان باش كتسبق لكم سلسة دي الماتيشه مزيان سافي هنا غادي نبدا نستيها كيما كتلاحظوا معايا كتجي خفيفة اه عفوا كتجي عاقدة زعمات قيلة سافي كم بدى نحرك هكا كنستيها حيثان هنا عندي ستايا ارقيقه باش ما تخرج لي تشي حاجه كم بدى نحرك هكا بالمغرف شوية بشوية يعني هاد العملية راه سهلة جيد جدا متشوفوها شكعنات بدو تحركوه فضغية ضغية كتوجد معاكم الاهم انكم غادي توفروا الوقت النهار وحده اخر فاش تكونوا مزروبين ولا عيانين ما قادرينش يعني الطيب ولا هدا يعني كتلقى ذاك شي عندك موجد كتسهل عليك الخدمة في الكوزينه سافي غادي نكمل بالتصفيه بنفس الطريقة لا تنسلي ذاك الكيمياء اللي عندي كاملة دي الماطيشة انا هنا ايات قريبا نص لقص 1-7 كيلو دي الماطيشة يعني في هذه اللقيتة هادي راك تكون ماطيشة رخيصة فقط واحد ججدراهام ولا دكشي لغادي يكون وانما ابتداء انفش كيدخل الرمضان ماطيشة كتبت تسغلها شوية بشوية حيث كي يولي يعني عليها الاقبال اكثر يعني بهالطريقة هادي كتفروق المصروف وكتفروق الوقت ديالكم اهنا ايام بعدما صفيت ذاك الكيمياء اللي عندي كاملة غادي نجيب بلاستيك الخاص بالمجمد وغادي تضعو الكيمياء على حساب افراد العائلة ديالكم انا ما كان طيبش كيمياء كبيرة فغادي نصوه بيعني النص ديال هاد البلاستيك هادا يعني عينيكم ميزانكم كما قلت لكم على حسب وشا طيبو يعني في كوكوت ديال ثمانية اترو او ديال ستيترو او غر ديال جوجيترو انا كان طيب غر في الكوكوت ديال جوجيترو انتو ما على حسب افراد العائلة ديالكم اذا كانت العائلة ديالكم كبيرة يعني كطيبو مثلا في الكوكوت ديال سبعيترو او ديال ستيترو او ديال ثمانية اترو فعمرو ذاك الخنشة كاملة سوف يبدأ ان نقذ ذلك الميكات التي لدي كاملة ممكن انكم تضعوهم في الطاست هاد الكيميات ما طيشة إذا كانوا عندكم الطاست بزاف وعندكم البلاسة فاش غادي تصوبهم حي الطاست يأخذوا البلاسة بزاف في الكونجيلاتور او في المجمد يعني صوبوها كالطاست أما إلا ما كانش عندكم بلاسة كافية فالبلاستيكات كافية يعني كيوفيوا بالغرض وفي نص الوقت ما يأخذو لكم شعني البلاسة كبيرة في الموج المجمد سوف أخذتها كي يكون هذا هو شكل نهايي سوف أخذتها كي يكون هذا هو شكل نهايي سوف أخذتها في المطيشة او سلسة طماطم اللي وجدنا بالنسبة اللي بغيتي تضيرها في البيتزا فقط اضيفوا لشوية ديال التوماء والتواب اللي كان ضيفه وكتكون واجدة إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش انكم تقوم بتقوم بتقوم بجديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبرتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم نهاية الوصفة دمتم في رعاياتي الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا